بسم الله الرحمن الرحيم السلام وعليكم معكم أنيس منروش من قناة الصديوية أنيس منروش في الوحدة الأولى ما سلنا في دروسها نكمل مع سلسلة كيفية دراسة البيانات 4 أيضا من الأسئلة الشائعة في الباكالوريا وهو سؤال حدد السلم الناقص أن يوطى لك البيان محور الفواصل له سلمه بحيث هنا لاحظوا 1 سنتيمتر ومثل ماذا 8 سجوند وهو الزمن لكن في محور التراتيب لدينا تركيز الأشترو بليس لم تتبه بالمليمول لكن ليس لدينا كل 1 سنتيمتر كم يمثل الذي ألا وهو السلم إذن علينا إكمال السلم الناقص لاحظوا معي دائما قبل هذه الأسئلة لأنني اقتضفت هذا السؤال من باكالوريا 2014 تقني رياضي دائما ماذا القيمة القيمة يعني الكبرى أو لما تنساوي السفر إن كان البيان يعني نازل القيمة لما تنساوي السفر لتركيز الأشترو بليس قمنا بحسابها في السؤال السابق وجدناها عشرة أس ناقص إثنان موت يعني نكون حسبناها يعني لهذا فتعنا هو الآن ماش ليس بماذا ليس بحساب ماذا تركيز الابتدائي للأشترو بليس إنما تحديد السلم ناقص دائما اذهبوا ماذا لاحظ معي لدي إذن أشترو بليس سفر هنا لماذا لأنني في اللحظة يسوي السفر أشترو بليس سفر وجدناه كم حينما قمنا بالحساب عشرة أس ناقص عشرة أس ناقص إثنين مول لكن ننتبه آه جيد إذن لكن هنا في البيان ملي مول وبالتالي علينا تحويل هذا إلى الملي مول بدربه في عشرة أس بدربه في عشرة أس ثلاثة عشرة أس ناقص إثنان في عشرة أس ثلاثة تعطي لنا عشرة لكن ملي ملي مول على اللتر لأنه تركيز عفوا لأنه تركيز أيضا هنا تبحكم عشرة ملي مول عشرة ملي مول آه جيد لاحظ معي واحد سنتيمتر اثنين سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر أربعة سنتيمتر خمسة سنتيمتر إذا لدينا خمسة سنتيمتر كم تمثل في بحور التراتيب أو في التركيز عشرة ملي مول لاحظوا معي الليتر بضع ملي مول على الليتر إذا نحن نريد سلم أي واحد سنتيمتر كم يمثل هذا هو السلم هذا هو معنى السلم أنه واحد سنتيمتر كم يمثل إذا نستخرج هذا بالقاعدة الثلاثية هذا في هذا واحد سنتيمتر في عشرة على خمسة كم تعطينا اثنان إذا اثنان ملي مول على الليتر إذا واحد سنتيمتر يوطي لنا اثنين ملي مول على الليتر هذا هو السلم وعيد الفكرة لدينا قمنا بحساب يعني بالأسئلة السابقة تحصلنا على التركيز لما تيوسوي السفر للأشطر و بليس أعطى لنا البيان بحيث محور فواصل معلوم السلم لكن محور التراتيب سنقوم بالبحث عن ماذا عن السلم لاحظ معي قمت بتعليم الأشطر و بليس لما تيوسوي السفر لأنه معطى قمت بتحويله للملي مول لأن هنا ماذا بالملي مول وبالتالي علينا التجارس في الوحدات هنا إذا علينا تعيين هذا بالملي مول بعد ما عيناه وجدناه ماذا 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر إذا 5 سنتيمتر تمثل ماذا 10 ملي مول نحن نريد سلم أي 1 سنتيمتر كم يمثل قمنا باستخراج علامة تفهم بالقاعدة 3 1 في 10 على 5 أعطى لنا 2 ملي مول و من 1 سنتيمتر 2 ملي مول على الليتر وهو السلم شكرا على المتابعة في حصص أخرى إن شاء الله نقوم بتكميل الدروس الوحدة الأولى السلام عليكم شكرا على المشاهدة